أهم الدروس، أهم الدروس ودي الجولة السبعة، دي آخر جولة في الكتابة، هما سبع جولات، سبع جولات، بالزبط الفكرة بقى في إيه؟ الفصل ده جمع حاجات أنا فرقت قوي في حياتي لما أنا تعلمتها لما أنا سمعتها وحسيت قد إيه الدروس دي تفرق في الحياة وبرضو هي related قوي، كل شابتر بيسلم للشابتر اللي بعد دي أولا وخاتب إلى الكاشكات تلاقي كل ما نتكلم على اتنين يباني الكلام متشابه لأنهم مواخدين من بعض عارفة السيركل اللي هي بتكون دورية وفيها أسمة وين دايرة سودة ودايرة بيضة عكس بعض ونقول إن دي الحياة دي حاجة فارقة جدا لما الواحد بيتعلمها أو بيكون عنده وعي إليها ليه؟ لأن لما الدنيا تسود ما يفقدش الأمل لأنك عندك يقين إن في حاجة بيضة في حاجة بيضة جاية بعدها أكيد مش شايفاها وده أكيد مش عارف إيه بس أنت عندك يقين إن هي موجودة تلاقيكي قادرة عفري طبعا قادرة استعملي ومؤمنا إن حتى الوحش اللي بيحصل ده أكيد في خير بالزبط بالزبط ففي دروس مهمة جدا الواحد لما بيتعلمها في الحياة بتبقى قادرة إن هي تشفت حياته تماما إن إنتي لما تعملي حاجة كويسة هي هترجع لك إنتي بتعملي كويس على شأنك إنتي كويسة مش شرط يكون كل الناس اللي حوالينا كويسين حقيقي إنتي بتعملي ده ليكي إنتي بتتعلمي ليكي إنتي بتقرري اللي إنتي عايزة تعمليه مدام إنتي شايفة أنه هو مدام مش حرامه مدام الحاجة دي هتكون مفيدة ليكي مش لازم تعجب الناس كلها الناس بتعسعى إن هي ترضي الناس كلها سراب بتلاحق سراب مش هتعرف توصله مش كل عمر ما الناس كلهم هيتفقوا على حاجة واحدة ده ربنا فيه ناس أشركت بيه طبعا إنت مين يعني عشان الناس تتتفق عليك أين فلما بتفهمي الحاجات دي وبتستوعبيها بتهدي بدلا ما أنتك تعملها تحاولي تخلي كل الناس تحبك وعملها تقولي تحاولي تردي كل الناس تحاولي أن تخلي كل الناس شايفكي رمز للجمال والمقاييس الكبيرة الحلوة الطيبة وده مش موجود بالزبط احنا بشر في الآخر بالزبط ففي مصطلحات ومفاهيم لما بنفهمها بتشكل حياتنا بشكل مختلف تماما وده كله هيرجعنا لفكرة الوعي بالزبط وهي فكرة الوعي أن في درجات في الوعي وانتي قسمتي الدرجات دي أو قسمتي شرحك لفكرة الوعي لفصول أو للجوالات بالزبط نصيحة أخيرة لكل المشاهدين اللي بيشوفوكي دلوقتي إذا نقدر نحسن من وعينا وفي نفس الوقت أن احنا نكون مؤمنين بأن دونيا هتمشي وأكيد هتمشي وفي النهاية أكيد هيكون فيه خير مهما كانت الصعوبات اللي بتواجهنا لازم يكون عندنا القدر ده من الإدراك والقدر ده من الوعي أن احنا هنوصل لده في الآخر أول حاجة ما نرفضش أن احنا نتعلم نفهم نفسيتنا وتشرحنا النفسي وأفكارنا تاني حاجة نكون فاهمين أن المجال ده أو حتى القراءة أو التعلم فيه مش معناه أن احنا عندنا وصم تعار أو أن احنا عندنا مشكلة حتى لو وصلنا بعد الشر المرحلة أن فيه مرض نفسي حتى لو اشتغنا المساعدة أن احنا نروح لحد يساعدنا بالزبط أنا مش عارفة أو أنت لما رجلك بتكسر بتقول أنا هجبس نفسي حقيقي الدكتور لازم يدخل ده ما فيش فيه مشكلة أرجوك نعلم أولادنا من سن صغير أن المشاعر لها حق وإزاي يتعاملوا معاها والغضب ليه شكل والعيات والحزن ليه أشكال وينسبهم يعملوا ده نفهم أولادنا من غير ما نشايلهم الهم بدري من غير ما يبقوا أولاد صغيرين عندهم ست سنين شايلين الهم يعني قاعد كده كأنه عليه صوت سريلاك حقيقي نفهم الحاجة واحدة واحدة ونفهم أولادنا أن هما لما يجبروا وكل مرحلة ليها احتياجاتها النفسية المعينة والتعلم بالشكل اللي يليء بالسن بتاعها وده كله أبدا مش عيب ومش دار